السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامج اسمه AnyDisk البرنامج دوت بيحلل لي مشكلة كبيرة لو انا عايز اتحكم في جهاز و انا في مكان تاني يعني عايز اتحكم في الجهاز بتاع البيت و انا موجود بره البيت خالص او جهاز الشغل عايز ادخل عليه من جهاز البيت و احمل منه ملفات و بدل ما اتصل بحد و ما اقش نغر مثلا حد مكونش متخصص فعده اقول له ابعت الملف ده انهون انهين و الكلام دوت لا احنا نريح دماغنا و نستعمل البرنامج دوت البرنامج دوت بقول له ده ان نلود ناو فاول ما بيتحمل بيبدأ اديني رقم بتاعي و اديني لو انا دخلت على ايه جهاز من الاجهزة ده مثلا جهاز الشغل و بيديك اسمه بسوق بيديك رقم اي دي مثلا ده رقم بتاعك تمام ممكن تاخده كوبي وتبعته لصديقك على اي برنامج و هيبقى فيه يجيلك رسالة لا توافق او متوافقش يعني مش اي حد يقدر يخترقه انا هفتح دلوقتي من الموبايل عندي وهقول له انا عايز اشغل برنامج اسمه ماني ديسك اهوت اوكي فهو اوتوماتيك بيديني برضو ان انا اقدر اتحكم في الموبايل بتاعي من مكان تاني و بيديني اختيار اسمه لموت ادرس هبدأ اكتب الباسورد 9 5 4 7 7 8 7 4 6 تمام و اقول له go فهو دلوقتي هيبعت رسالة بيقول لي خلي بالك فيه حد عايز يدخل على الجهاز بتاعك فبقول له accept تمام اقدر من الموبايل اتحكم فيه الجهاز بتاعي و كل حاجة بس لازم في الاول اوافق على ان حد يستخدم الجهاز بتاعي دلوقتي من خلال الموبايل اقدر احرك الموس و اقدر اكتب و كل الحاجات اللي انت عايزة بتادي تعملها يعني ممكن يكون اخر مرة كانت مشغل زوم و كنت بعمل بس انا دلوقتي شايفش تحتي على الموبايل فبقدر ان انا اهو بحرك الموس انا كده بحرك من الموبايل تمام و اقدر ان انا اقول اجي هنا مثلا واكتب مثلا اي ميسيج انا عايزها تمام فتقدر تكتب اي حاجة انت عايزها في قلب الرسالة الموجودة ممكن تفتح اي برنامج من البرامج يعني ادخال من الموبايل بتتحكم في الشاشة كلها و دي يمكن ايجا كبير جدا ده انا فتحت الصارت من القائمة اللي هنا و تقدر بقدر تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها و اقوليكم مثلا نوت او انا هدوس عليها بالماوس بش بالماوس من على الموبايل و ظهرت معي الشاشة هي دي الفكرة كلها ان انا قادر اتحكم في الشاشة من الموبايل او من اي جهاز اخر فهذا من الموبايل ان شاء الله تلاقيه مفيدة جدا لكم